اقيمت تحت رعاية صاحب المعالية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفل وصول سفينة مملكة البحرين خالد بن علي التابعة لسلاح البحرية الملكية البحرينية إلى أرض الوطن وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وبعد عصف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم جرت مراسم وصول سفينة إلى أرض الوطن حيث رست في قاعدة سلمان البحرية التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني وخلال الحفل استمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إجاز من قبل اللواء الركن بحري أحمد محمد البن علي قائد سلاح البحرية الملكي البحريني عن سفينة مملكة البحرين خالد بن علي وبعدها قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسلام على ضابط المشروع وقائد السفينة ومساعد قائد السفينة حمدنا الله عز وجل بسلامة وصولهم لأرض الوطن ونقل للجميع تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله كما هنأ معالي طاقمها البحريني بهذا الإنجاز القائم على الاحترافية والقدرة الكبيرة على تنفيذ مهام الرحلة بكل كفاءتين واقتدار وقد أمر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمنح طاقم سفينة مملكة البحرين خالد بن علي نوط الكفاءة العسكرية مؤكدا معالي أن انضمام السفينة هو ترجمة لما يليه جلالة الملك المعظم من رعاية كريمة لسلاح البحرية الملكي البحريني ومساندة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء بما يمكن السلاح بالقيام بممهامه وواجباته الوطنية المقدسة وحماية مكتسبات الوطن وسواحله ومياهه الإقليمية والاقتصادية وتعزيز التكامل العملياتي والتنموي مع باقي أسلحات ووحدات قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية الأخرى في حماية مكتسبات النهضة المباركة ودعم المشاريع الوطنية في العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن اعتزازه بالدور البارز الذي يقوم به رجال سلاح البحرية الملكي البحريني البواسل في إخلاصهم بالقيام بواجبهم في تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية لمملكة البحرين والمشاركة في مكافحة المخاطر التي قد تتعرض لها المنطقة من تهديدات خارجية تؤثر على حركة الملاحة البحرية الدولية مثنيا معالي على الجهود الطيبة لطاقم السفينة مملكة البحرين خالد بن علي وتمييزهم في التدريب والمهمة التي كلفوا بها في رحلة الوصول إلى مملكة البحرين